لكن منذ قليل انتهى التدريب الأساسي والرئيسي لفريق النادي الأهلي والفريق اتحرك خلال هذه اللحظات إلى الأسكندرية استعداداً لهذه المبرأة في تفاصيل كثيرة وفي موضوعات مهمة جداً في هذا التدريب لذلك أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز شريف فاشعبان مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان نعرف منه تدريب النهاردة الأخبار القايمة اللي أعلنها بيتسو موسيماني عيستعد ازاي؟ ايه أبرز الغيابات؟ كل ده نعرفه من زميلنا شريف فاشعبان مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك يا زميل محمد تحياتي ليك وتحياتي لكل مشجع وجماهير النادي الأهلي في كل مكان وبضم صوتي إلى صوتك نفسها طبعاً نلعب في أستاذ إسماعيلية مدينة إسماعيلية مدينة جميلة الأستاذ العاشئين وكلنا بنحبه كله وخصصاً كمان لو فيك جماهير جماهير الدرويش العاشقة لأهالكورة أنا على مستوى الشخص طبعاً بتمنى مباراة الأهلي والإسماعيلية تكون في الإسماعيلية ولكن طبعاً طبعاً لإجراءات الأمن احنا بنلعب في أي مكان طبعاً طبعاً لقرار الأمن والتحاد القرى في مصر هتكون المباراة في برج العرب ولكن على مستوى الشخص طبعاً بتمنى أن تكون المباراة في الإسماعيلية ولما لا نادي الأهلي بلعب في أي مكان ودي قورة في الأول وفي الآخر رمكسة بوخصارة الأحسن واللي توفيق معي يكون الفوز من نصيبه يا رب بإذن الله يكون الفوز بكرة من نصيب النادي الأهلي كل كواليس المران معاك زميل محمد بقى أي استفسار أي حاجة أنا معاك في كل كواليس المران اللي انتهى منذ قليل والأهلي غادر منذ قليل إلى مدينة اسكندرية يمكن هيوصل في خلال بإذن الله ثلاث ساعات هيكون موجود في المعاصقر المغرق طبعا استعدادنا لمباراة الإسماعيل اللي هتكون بكرة في السبعة والنصف يا رب يا رب بكرة بإذن الله يكون يوم موفق لكل جمهير النادي الأهلي ونفوذ على فريق قبير هو فريق الإسماعيلي يمكن الملعب مختار التتشي خليني أقولك قبل ما أتكلم في أي تفاصيل على طول المهندسين المهندس خالد ومحمود صلاح على طول بدأ الإصلاحات أو بدأ أما بيلاقوا فريق الكرة بيسافر أو بيطرق الملعب يبدأوا على طول بيشتغلوا فيه يمكن الآن بتجرى الصيانة على طول الرش المواد الكيموائية للملعب ويمكن رش الملعب تغريئه طبعا عشو خاطر يكون جاهز لاستقبال المران بكرة الصبح يكون في مران لمستبعدين ومن بعده طبعا هيكون في مران بكرة بإذن الله أو بعد بكرة بإذن الله لفريق النادي الأهلي هيكون نهوت قبل يوم الجمعة اللي يكون أجازة والسبت بإذن الله هيكون تمرين صباحا قبل الصفر إلى كونغو اللي بتمنى بإذن الله يكون التوصيق مع النادي الأهلي بكرة بإذن الله ويوم السلساء القادم سامعك زميلي محمد تفاصيل المران النهاردة والقائمة اللي أعلنها بيتسو موسماني اللي بالتأكيد غدرت خلاص وسفرت إلى الأسكندرية استعدادا لخد مواجهة الإسماعيل يمكن أعلن منذ قليل مستر بيتسو موسماني قائمة بتضم 21 لاعب في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شبير وعلي لطفي في خط دفاع سعد سمير بدر بنون ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني بيكهم أليو ديانج أكرم توفيق السلية أفشا حسين الشحات أجايي محمد شريف كوكا لاعب صغير السن بولية مراوام محسن وصلاح محسن والعائد من الإصابة ناصر ماهر ناصر ماهر بيخش قائمة المباراة بقوله الحمد لله على السلام وربي بإذن الله يكون موفق جدا في الفترة القادمة مع النادي الآلي 21 لاعب عندنا سقة كبيرة جدا فيهم بيغيب أيمن أشرف بيغيب طاهر محمد طاهر ولكن الآلي بمن حضر عندنا سقة كبيرة جدا في لعيبي النادي الآلي الأزمة اللي عندي الآلي في الجبهة الشمال ثلاث لعبين كبار بيغيبوا علي معلول محمود وحيد أيمن أشرف يمكن الإصابة بتضرب بقى فريق النادي الآلي ولكن الأهل بمن حضر عندنا سقة كبيرة جدا في بيكهم أو في أحمد نبيل كوكا اللي هيكونوا موجودين في هذا المركز أي أن كان بقى الرؤية الفنية المستر بيتسو مسماني هنشفها بكرة بإذن الله في المباراة المران بدأ في الواحدة زورا ومن قبلها كان في محاضرة فنية تكلم فيها مستر بيتسو مسماني عن فريق الإسماعيلي يشاهدوا فيديو عن نقاط القوة ونقاط الضعف الفريق الإسماعيلي ويشتغل التاكتب بتاعه الخاص بهذه المباراة يا رب بإذن الله بكرة لا يكون موفق ونفوز على فريق كبير هو فريق الإسماعيل عايزك تطمني على طاهر محمد طاهر وعلى أيمن أشرف يعني خرجوا من قائمة المباراة هل قدر الله الإصابات ممكن تبعدهم فترة ولا هي حاجات بسيطة الجهاز الفني فضل يريحهم عشان الرحلة إلى الكونغو وبالتأكيد مباراة مهمة أيضا بعد الإسماعيلي مباراة فيتا كلوب طبعا هو جهاز الفني فضل إراحتهم خوفا من إصابتهم من إنه بيشعروا بإجهاد ففضل إراحتهم لمباراة الهمة مع فيتا كلوب لتكون يوم السلساء فطبعا خوفا عليهم ورحلة شقة ورحلة طيران شقة والعودة ومباراة في أجواء صعبة جدا ودركة حرارة صعبة وأجواء صعبة جدا ففضل إراحتهم ولكن بطمنك وبطمن كل جمهيري نادي الأهلي بإذن الله بإذن الله أيمن أشرف وطاير محمد طاير جايزين بإذن الله لمباراة فيتا كلوب وبنسبة كبيرة جدا هيكون برضو أيضا متواجد بإذن الله اللاعب الجمهيري الأهلي كلها بتحبه علي معلول النهاردة كان بيجري عاملات التأهيل في الملعب واقتربة بشدة من العودة إلى التمرين مرة أخرى فتح النهاردة ما شاء الله اسبرينتات كبيرة خلاص ما أنا هلأيه بيفتح اسبرينتات هو يرجع من العادة الخلفية بخلاص بيقتربة بشدة من العودة مرة أخرى إلى التمرينات ناصر مايري النهاردة في المراني الجماعي شارك في التأسيمة كلها ولا خد أجزاء بس لأنه عايزة تطمن على جهزية ناصر في ظل أنه خلاص الحمد لله عدل القائمة بعد غياب حوالي ثلاث شهور ناصر ماير بقاله حوالي أسبوع بيشارك في التدريبات يمكننا دخل على مراحل كان ممنوع المشاركة أو الالتحامات في المران مع ناصر ماير بقاله ثلاث أربعة أيام بيلتحم بصفة عادية خالص ما شاء الله حالته الفنية كويسة والبدنية أيضا كويسة مبارح الدكتور أحمد وعبل أعطى الدول الأخضر لبيتسو مسماني أن ناصر ماير أصبح جاهز بمليون في المئة النهاردة مستر بيتسو مسماني جربوا في التأسيمة مبارح جربوا في التأسيمة وظهر بشكل يعني مطمئن جدا 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 يعني مبارح والنهاردة الأهات اللي كانت متابعة للتمرين كانت مع ناصر ماير في داخل في منافسة جديدة جدا مع أفشة أيا كان بقى ميني الممكن يلعب ولكن مبارح ظهر بشكل كويس والنهاردة ظهر نهاردة بشكل كويس جدا والنهاردة كان فيه منافسة قوية جدا بينه وبين أفشة في الفريقين أصاد بعض يعني بتمنى الأحسن يلعب والأجهز يلعب بإذن الله طيب شريف هل لفت انتباعك النهاردة في المران في اجتماعات فردية ما بين بيتسو مسماني مع أي من اللاعبين خلال المران الجماعي خلال التأسيمة يعني حدثت اجتماعات فردية خلال المران على الهامش كده في ملعب التيتش يمكن أولا اكتفى بالمحاضرة الفنية التي تكلم فيها مع اللاعبين كانت حوالي 35 دقيقة اكتفى بيها النهاردة بقى كم يوقف التأسيمة أكثر من مرة علشان يصلح الأخطاء أو الحاجات التي طلبها معينة من اللاعبي النادي لا ليمكن أخص يمكن في آخر المران جلسة مع بيكهم يمكن استمر معها الجلسة حوالي 10 دقيقة تكلم فيها مع بيكهم ويبدو يبدو أن بيكهم حجز النحي اليسرى في مباراة غدا فعشان كده كان بيستر ميتسو مسماني كان بيتكلم مع بيكهم في فترات كتيرة بعد نهاية المران زي مننا العزيز شريف شعبان مرسل قناة النادي الآن أنا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات طمنتنا على أخبار الفريق قبل السفر إلى برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيل شكرا جزيلا يا شريف